السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن لمحافظة الجيزة صفحة 223 من كتاب الأضواء الصف السادس الابتداء السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين إذا كان 14 على سين بيساوي 2 على 3 فإنه سين بتساوي هنا هعمل المقص اللقبال سين بالكتب تحت اللقبال سين بكتبه في المقام تحت العدد اللقبال سين عندي ال2 وفوقها كتب ال14 فيه 3 في المقاعدة أربعة عالتعشر على الاثنين هتديني سبعة والسبعة بالفوق مع العدد الكبير الثلاثة في سبعة بواحد وعشرين يبقي 102 عندي بواحد وعشرين ال�ann Beta النسبة بين نص كيلو جرام وسبعمه من �ز meditate تحويض القيلو جرام لجرام هحول bacterial لجرام لكلم 난 بحول الكبير ليش دعو بالعدد نستمين بتكبيب العدد هنا كيلو هنا جرام يبقى كبير عندي الكيلو الكلو في الف ونص كيلو فيه خمسمية يبقى عندي نسبة 500 الى 700 جرام دي كده جرام ودي كده جرام الوقت لما يكون عندي نسبتين لازم يكونوا في أبسط صورة فانا هشيل الصفرين من هنا مع الصفرين من هنا هيتبقى لخمسة الى سبعة رقم 3 المدى اكبر قيمة نقص اصغر قيمة انا عندي المدى لمجموعة القيمة 3769 اكبر قيمة نقص اصغر قيمة اكبر قيمة عندي 9 واصغر قيمة عندي 3 يبقى هقول له 9 موقس 3 بيساوي 6 السؤال رقم 4 البيانات التالية جمعها وصفية معده كل ده وصفي معده يعني انا مش عايز الوصفي انا عايز الكمي مش عايز الوصفي عايز الكمي لي لانه قال لي معده ايه الكمي اللي فيه رقم اللي هو العمر السؤال رقم 5 جرار يحرس 32 فدان في 4 ساعات جرار يحرس 32 فدان في 4 ساعات فان الزمن اللازم لحرسة 50 فدان هو نقاط ساعات الوقتي انا عندي طريقتين هقولك الطريقتين 32 على الاربعة اخذ الاولين يواقسمها على التاني اخذ 32 على الاربعة هتديني 8 ايه اللي ضربته في 8 اداني 56 ايه اللي ضربته في 8 اداني 56 طبعا ضربته في 7 السبعة في 8 ب56 يبقى عندي القيمة اللي هو عايزها اللي هي السبعة طب ايه الطريقة التانية ان انا اعملها كاربع حدود اللي هي عندي 32 على الاربعة بتساوي ستة وخمسين على السين عندي 32 فدان ادي 32 فدان واربعة ساعات عايز الزمن اللازم الزمن كان فوق ولا تحت لا الزمن كان تحت يبقى حط ما كانوا سين لحرس 56 فدان وابدأ اعمل برضو المقص بتاعي هنا هقوله سين اللي قبل سين بيساوي 32 تحت وفوق اربعة في 56 هبدأ اسم على الاربعة في الواحدة على الاربعة فيها الثمانية 56 على الثمانية هتديني 7 السؤال اللي بعده سؤال 9 اذا كان مكيس الرسم اصغر من واحد فانه يدل على اصغر من واحد يدل على تصغير طب لو كان اكبر من واحد يدل على تكبير السؤال رقم سبعة 4700 سنتي تكعيب للتر عايز يحول من سنتي تكعيب للتر انا الوقتي عندي سنتي تكعيب سامة يو الحرن ً سامة- ١ ٥ سامة- ٥ سامةback السامة- ٻ ٥ سامة- ٥ هل هو بدأ بالصغير ولا بالكبير أنا عندي الديس أكبر أنا عندي الديس أكبر من الصنطيب هو بدأ بصغير يعني أنا هقسم على ألف هقسم على ألف هاخذ العدد ده وقسمه على ألف هشل صفرين من فوق مع صفرين من تحت بقت سبعة واربعين على عشرة باربعة وسبعة من عشرة بحط علامة عشرية السؤال رقم تمانية القطران متعمدان وغير متسويان فيه اتعمدهم لكن ما تسوش اتعمدهم لكن ما تسوش يبقى إيه اللي فيه قطران متعمدان أنا عندي التعامد أصلا عندي موجود في المربع والمعين لكن المتسويان طبعا في المربع لأن في كل حاجة لما يكونوا بقى غير متسويان يبقى المعين السؤال رقم تسعة إذا كانت الأعداد 24 و 12 و 18 أعداد متناسبة أول ما يقولي الأعداد دي أعداد متناسبة أعمل شرط تكسر بتساوي شرط تكسر وأقولوا الأربعة فقد الحد الأول والسين تحت هنا 12 وهنا 18 ممكن برضو تحلها بطريقة المقص وممكن تقولوا الأربعة تضربت في إيه بقت 12 الضربة في 3 اللي ضربته تحت في 3 قدين 12 الثلاثة في 6 طيب دي الطريقة الأولى الطريقة الثانية أننا حل لها برضو بالمقص وهقول له اللي قبل سين تحت اللي هي اللي 12 وفوق 4 في 18 هقسم هنا على 4 هتديني 1 و 12 على 4 هتديني 3 هرجع اسم 18 على 3 هتديني 6 اشتغل رقم 10 إذا كان سين على 5 بيساوي 40 في المية سين على 5 بيساوي 40 في المية 40 في المية معناها 40 على 100 40 في المية معناها 40 على 100 ممكن أخذ الخمسة تضربت في إيه بقت 100 وممكن برضو أحلها بالمقص سين بتساوي اللي قبل سين عندي في المية تحت وفوق الخمسة فيه 40 هقسم هنا صفر مع صفر هات بقالي فوق خمسة وتحت عشرة هقسم فوق الخمسة هتديني 1 هقسم تحت عشرة الخمسة هتديني 2 4 على 2 هتديني 2 يبقى الاختيار رقم 2 يبقى سين بتساوي 2 بس رقم 11 مقعب طول حرفه طول حرفه عايز الحجم الحجم بيقول إيه لام في لام في لام الحجم لام في لام يعني طول الحرف في نفسه في نفسه طول الحرف اللي هو 3 في 3 في 3 3 في 3 بتسع في 3 بسبعة وعشرين سنتي تكهيل سؤال رقم 12 النسبة بين طول دلع المربع ومحيط كلمة دلع معناها واحد ومحيط دي معناها أربع يبقى واحد إلى أربع متوازي مستطلات أبعاده 5-2-7 فإنه سنتي يكون حجمه حجم المتوازي بيساوي الطول في العرض في الارتفاع حجم المتوازي الطول في العرض في الارتفاع أضرب الخمسة في 2 في 7 الاتنين في 5 في 10 وعشر في 7 في 70 يبقى 70 سنتي تكعيب وده الحجم السؤال رقم 14 ارتفاع منزل بلوحة فنية لحي شعبي 3 سنتي وارتفاع الحقيقي 18 متر عايز نسبة التصغير في الصورة أنا عندي نسبة التصغير اللي هي مقاس الرسم اللي هي طول في الرسم على الطول الحقيقي أنا عندي الطول في الرسم اللي هو الطول في اللوحة 3 سنتي وعند الطول الحقيقي 18 متر هنا ده متر وهنا ده سنتي يبقى عندي تحويلة التحويلة اللي عندي أنا عندي متر يبقى حطله صفرين أحول من متر لسنتي بضرب في مية وعند الثلاثة فوق سبت هنا هبدأ أبسط هقسم فوق على الثلاثة هتديني واحد وهقسم 18 على الثلاثة هتديني 6 وعند صفرين هنزلهم يبقى 1 إلى 600 السؤال الثاني أكمل ما يأتي إذا كان ألف إلى باق بسوى 2 إلى 3 وباق الجيم بسوى 3 إلى 5 أنا عندي هنا مقرر الثلاثة ممكن أشيل الثلاثة مع الثلاثة واخذ الثلاثة إلى 5 نحلها بحرف الإن الأول الألف إلى الباق إلى الجيم أنا عندي الألف خدت 2 في حين أن الجيم أن الباق خدت 3 الباق قررت كمان مرة وخدت 3 والجيم خدت 5 وهعمل حرف الإن بتاعي الاتنين في 3 ب6 والتلاتة في 3 ب9 والتلاتة في 5 ب15 هو عايز الألف والجيم هبدأ أبسط هقسم هنا على الثلاثة هتديني 2 وهقسم هنا على الثلاثة هتديني 5 هيبقى النسبة 2 إلى 5 ده حرف الإن عشان لو جابوا الخطوات طيب لو هنا هبص هنا هتلاقي التلاتة ده الحد التاني والحد التالت شكله لازم يكون ورا بعض يعني يكون ده تاني وده تالت هيتبقى للاتنين في الأول والخمسة هيبقى النسبة 2 إلى 5 أسأل بعده 3 على سبعة إلى 3 على خمسة برضو هنا البسط شكل بعضه لكن المقامات لا البسط شكل بعضه بقرأ المسألة بالعكس بس بقوله بدل ما قولها سبعة إلى خمسة أولى خمسة إلى سبعة لما يكون البسط شكل بعضه بقولها خمسة إلى سبعة وممكن تحلها بطريقة سنة خمسة اللي هي سيب الأولى واعكس العالة تكون فيه وخلي الخمسة فوق الثلاثة تحت طيب تعالا نحلها ثلاثة على سبعة سيبها زي ما هي خلي العالة دي فيه شكله بالكسر خلي الخمسة فوق الثلاثة تحت شيل الثلاثة مع الثلاثة هيتبقى لك الخمسة في البسط والسبعة في المقام السؤال اللي بعده سؤال 17 مدرسة عدد تلاميذها 540 تلميذ إذا كان النسبة بين عدد البنين وعدد البنات 4 إلى 5 فإن عدد البنين هو بيقول لي مدرسة عدد تلميذي يعني المدرسة كلها بنين وبنات يبقى أنا الوقتي هعمل النسبة بتاعتي البنين إلى البنات البنين 4 إلى 5 هقول له 4 إلى 5 إلى المجموع 4 و 5 9 تحت التسعة دي هعطه 540 واجيب كمية الجزء 540 على التسعة 6 وعند صفر هنزله هاخد الستين دي هي قمة الجزء لهو عايز البنين أضربها في 4 لهو عايز البنات أضربها في 5 هو عايز البنين ولا عايز البنات لا ده هو عايز البنين البنين اللي هي الأولى ليه لأنه كتب عدد البنين الأول هضرب الاربعة في 6 في 24 وعند صفر هنزله يبقى 240 تلميذ سؤال اللي بعده 16 قراط وحد فدان عندي مين الكبير الفدان ولا القراط لأنا عندي الفدان هو الكبير يبقى الفدان هو اللي هيتحول هسيب 16 قراط زمهية والفدان فيه 24 هنا 16 دي 4 في 4 و 2 في 8 والا 24 2 في 12 و 3 في 8 فأنا هقسم على الثمانية هقسم العدد الأولين أو نسبة الأولى على ثمانية 16 على الثمانية هتديني 2 24 على الثمانية هتديني 3 السؤال اللي بعده القطران متعامدين في كل من عندي القطران متعامدين التعامد طبعا المربع معي موجود في كل حاجة طيب متعامدين عين وعين يبقى مربع ومعين السؤال اللي بعده سؤال 20 42 في المية زائد 36 في المية زائد مقاط بالدين 100 في المية هجمع ال42 42 مع ال36 واشوف ازود عليهم ايه لحد ماوصل للمية تعالى نجمع 26 8 4 3 7 عايز ازود عليهم ازود على ال78 كم لحد ماوصل المية هزود عليهم 22 يبقى 22 في المية السؤال اللي بعده سؤال 21 حجم متوازي مستطيلات حجم المتوازي بيسوي الطول في العرض في الارتفاع طبعا انا ما عنديش ثلاث نقطة انا عندي نقطتين الطول والعرض ممكن اقول عليهم مساحة القعدة مساحة القعدة السؤال اللي بعده سؤال 22 65 ديسي تكعيب بيسوي نقط سنتي تكعيب عايز احول من ديسي تكعيب لسنتي تكعيب نقوم بتحويل المتر والديسي والصمتي الاتنين وراء بعض على طول يعني الديسي بعض والصمتي فعلشان أحول من ديسل صمتي بضرب في ألف علشان أحول من ديسل صمتي بضرب في ألف من كبير له صغير بضرب هاخد الـ 65 دي أضربها في ألف 65 في ألف بـ 65 ألف اشتركة 3 أجب عمياتي اشتركة 2 في تجارة فدفع الأول 5000 جنيه ودفع الثاني 8000 جنيه وفي نهاية العام بلغ صغف الربح 3900 جنيه احسب نصيب كلهم من المكسب طيب هنا هنقول له دفع الأول ودفع الثاني دفع الأول هقول له الأول إلى الثاني إلى المجموع الأول إلى الثاني إلى المجموع ليه؟ لأن نصاف المكسب كان عليهم هما الاثنين الأول دفع 5000 والثاني دفع 8000 هنا النسبة لازم تكون في أبسط صورة يعني ما روحش أجمع ال5000 وال8000 لازم أبسط النسبة الأول هاسم على ألف هجيل الثلاثة صفار وهاسم على ألف هجيل الثلاثة صفار هاتبقى لخمسة إلى ثمانية هنا أعمل إلى المجموع أجمع خمسة وتمانية الثلاثة عشر الثلاثة عشر ممكن أن أستحل لها بطريقة سين إن هو ده مجهول لو عايز الأول أو عايز الثاني وبضرب مثلاً تلات تلاف وتسعمية في الخمسة وبقسمهم على المجموع اللي هو تلات عشر قيمة الجزء عندي هتساوي اللي هو تلات تلاف وتسعمية على التلات عشر التلاتة في تلات عشر بتسعة وتلاتين وعندي صفرين هنزلهم يبقى قيمة الجزء عندي تلتمية هو عايز الأول والثاني عايز نصيب كل منهما يبقى هقول له نصيب الأول ونصيب السين نصيب الأول هاخد التلتمية اللي هي قيمة الجزء أضربها في خمسة ونصيب الثاني أخد التلتمية أضربها في تمانية التلاتة في خمسة بخمستاشر وهنزل الصفرين والثلاتة في تمانية باربعة وعشرين وهنزل الصفرين وده طبعاً صوف الربح يبقى بالجنيه السؤال اللي بعده سؤال أربعة وعشرين إذا كانت النسبة بين قياسات زاوية المثلث أربعة خمسة تسعة وكان قياس الزاوية الثالثة تسعين احسب قياس كل من الزاوية طيب هنا هنحلها بقى أضرف كراسة هنحل الزاوية 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 قياس الزاوية الزاوية طالما جاب لي قياس الزاوية الزاوية يعني تحت الثالثة حط التسعين تحت التالتة حط التسعين مش هعمل المجموعة ليه لو قال لي مجموعة قياسات الزاوية كلها مجموعة قياسات الزاوية وعايز كل الزاوية بعمل إلى المجموعة وبقوله المجموعة قياسات زاوية المثلث أصم 180 درجة ودي اللي بحل منها طيب هو قال لي الزاوية الثالثة تسعين يبقى لازم أحط التسعين تحت التالتة نحط كلمة التسعين تحت التالتة هنا هنعمل المقص هقول له قيمة الجزء بتساوي 90 على التسعة تسعين على التسعة هتديني عشرة هاخد العشرة فيه الزاوية الأولى الزاوية الأولى تساوي عشرة اللي هي قيمة الجزء أضربها فيه أربعة والزاوية الثانية اخذ العشرة اللي هي قيمة الجزء اضربها في خمسة واخذ الزاوية الثالثة اخذ العشرة اضربها في تسعة العشرة فاربعة باربعين طبعا هو جاب الزاوية الثالثة اصلا انا مش محتاجاها العشرة فخمسة بخمسين العشرة فتسعة بتسعين ودي زاوية تبقى بالدرجة طيب فيه طريقة تانية اننا اقول له الزاوية الاولى علشان اللي مش عايزين يحلوا بقيمة الجزء هقوله الزاوية الاولى بتساوي تسعين هاضربها في الزاوية الاولى اللي هي اربع على مجموع الزاويتين برضو تديني نفس الرقم وهاخد الزاوية التانية اللي هي تسعين اضربها في خمسة على المجموع بتاعهم اللي هو التسعة برضو تديني خمسين درجة السؤال اللي بعده سؤال خمسة وعشرين اذا كانت الشكل المقابل سين صادعين لا متوازق اضلاع في قياس زاوية صاد بتساوي مية وتمانتاشر وقياس زاوية صاد سين عين بتساوي خمسة وتلاتين اوجد قياس زاوية لام انا عندي لام الزاوية دي قبل الزاوية دي وبقى الاتنين زي بعض مية وتمانتاشر الزاويتين المتقابلتين في المتوازن وتساويتين في القياس يبقى زاوية لام مية وتمانتاشر درجة طيب هو عايز ايه لام سين عين ادي لام وادي سين ودي عين اخذ الزاوية مين الزاوية اللي في النص الزاوية اللي في النص أنا عندي سين ولام السين واللام مع بعض يدوني 180 درج السين واللام مع بعض يدوني 180 درج عندي زاوية بـ 118 وزاوية بـ 35 هجمع الـ 118 مع الـ 35 وهترحهم من 180 ليه؟ لأن المتتليتان اللي هم وراء بعض في المتوازي بدوني 180 درج هقوله 118 زائد 35 هتساوي 27 درج السؤال اللي بعده الجدول التالي يبين درجات مية تلميز في أحد شهور في مدة الرياضة مثل تلك البيانات باستخدام المنحنة التكراري المنحنة التكراري يبهر سم بالإيد هنا عندي عشر عشرين تلاتين أربعين خمسين وهنا خمستاشر تلاتين أربعين خمستاشر تلاتين أربعين خمستاشر أنا عندي هنا الرسومات بقى أنا رسميها بالتوضيح في اختبارات سلاح التلميذ فإحنا هنعيد عليها بس بنكتب المجموعات والتكرارات هذه المجموعات اللي هي عشر عشر عشرين تلاتين أربعين خمسين بل كتب مركز المجموعة ده إحنا اللي بنجيبه التكرار مكتوب عندك في المسألة ودي النقطة يبقى الوقتي عندي عشر عشرين تلاتين أربعين خمسين ده موجودة عندك المجموعات اللي موجودة التكرار عندك خمستاشر تلاتين أربعين خمستاشر ده بنقلهم زي مهم طب عندي مركز المجموعة والنقطة بجيبها زي مركز المجموعة بداية المجموعة زائد نهايتها على اثنين عشر زائد عشرين تلاتين تلاتين على اثنين هتديني خمستاشر هاخد العشرين مع التلاتين عشرون وتلاتين خمسين خمسين على اتنين هتديني خمسة وعشرين هاخد التلاتين مع الاربعين تلاتين واربعين سبعين سبعين على اتنين هتديني خمسة وثلاتين اربعين وخمسين تسعين تسعين على اتنين هتديني خمسة واربعين ممكن اخد الخمسين مع الستين لأ احنا مش محتاجينها خلاص احنا خدنا زودنا احنا الخمسين نشوف اللي بعده النقطة بقى بجيبها ازاي باخد مركز المجموعة مع التكرار. خمسة وعشرين مع تلاتين. خمسة وتلاتين مع ربعين. خمسة واربعين مع خمستاشر. وده اللي انا برسم منه اللي هو النقطة. الرسمة عندي هتبدأ بالمجموعات. ده المجموعات. وفوق هنا بكتب التكرار. يعني فوق بكتب التكرار المجموعات والتكرار. هنا هقول له عشر عشرين تلاتين ديت زي ما هي بتبقى مكتوبة في الجدول بكتبها. عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين. طب العداد عندي كلها في الجدول كانت. يعني خمستاشر تلاتين اربعين خمستاشر عندي اعداد كبيرة. فانا طالما عندي خمستاشر وتلاتين يبقى ابدأ بالخمسة. طالما عندي خمسة وارقام كبيرة هزود خمسة على طول. يبقى هبدأ بالخمسة. قدي الخمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وتلاتين اربعين خمسة واربعين وبتزود آآ خمسة بين كل عدد وعدد هبدأ أقول بقى 15-15 أدي العشرة هنا الخمستاشر تكون هنا والخمستاشر فوق هطلع عند رقم واحد أسترقمها رقمها مش عايز ما فيش مشكلة أنا مرقمها علشان توصل بس صح وما تغلطش في التوصيل 25-30 أدي العشرين عند الخمسة وعشرين أطلع لحد الثلاثين هطلع فوق عند الثلاثين وعلى الخط الخفيف بعمل النقطة 35-40 أدي الثلاثين خمسة وثلاثين نهاية بطلع فوق عند الاربعين وبعمل النقطة بتاعتي وبقول عليها رقم 3 45-15 أدي الاربعين ودي الخمسة واربعين الخمستاشر وأقول عليها رقم 4 وأبدأ أوصل 1-2-3-4 يبقى أنا كده عملت المنحناء التكراري بالإيد ولازم أوصلوا بالإيد ما وصلوش بالمسطرة كده إحنا خلصنا الاختبار التالت إن شاء الله الفيديو القادم نحل محافظة القليوبية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته